موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في حديث العاشرة بعد سنة على اقتيال الشيخ عبدالله الباني مدير الصحة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة تتعرض قضية الشيخ الباني لمحاولات عرقلة ومماطلة لسير عملية محاكمة بعض القتلة وذلك من خلال ايقاف جلسات المحاكمة لأشهر دون سبب وعدم جدية السلطة المحلية بإلقاء القبض على من تبقى من القتلة الذين لا يزالون يسرحون ويمرحون داخل المحافظة رغم التوجيهات الرسمية بضبطهم وسرعة البت في القضية التي اصبحت رأيا عاما نناقش في هذه الحلقة كيف تتعرض قضية الشيخ عبدالله الباني لمماطلة لسير عملية المحاكمة وبعد سنة على اقتياله نتساءل ما الذي حال دون تحقق العدالة كيف يمكن أيضا توصيف ايقاف جلسات المحاكمة لأشهر دون سبب وكيف يفترض ان تكون عملية محاسبة المشاركين في الجريمة بعقوبات رادعة جراء ما ارتكبه من جريمة نكرى اناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا في الستوديو الدكتور قايد الشريفي مدير عام الاوقاف السابق بمحافظة شبوة والاكاديمي طبعا والباحث السياسي مرحبا دكتور حياكم الله واهلا وسهلا بكم جميعا اذا مشاهدين الكرام وقبل ان نشرع في النقاش نشاهد هذا التقرير هي سنة مشحونة بالالم والغضب منذ انطلقت رصاصات الغدر لتغتال فرحة العيد وحياة الشيخ الباني في شبوة سنة اكدت كل ثانية بطيئة ثقيلة فيها انه لا اسوأ ممن اطلق رصاص الاجرام ليغتال فرحة العيد ويقتل الخطيب على مرءا من جميع المصلين الا من يريد الناجاتة للمجرمين فكيف يأمن مجتمع لا يأخذ فيه المجرم جزا خصوصا حين ترتاكب الجريمة على مرءا من الكل وتشير نحو القتلة اصابع الجميع معطيات يمكن في ضوئها قراءة حملة الغضب التي دشنها ابناء شبوة بعد مرور سنة على اغتيال الشيخ الباني غضبا من جريمة اغتيال الشهيد الشاهد ومن قبح الاجرام الحاقد ومن جريمة التساهل او التواطئ المساند فشبوة بكل ابنائها ومعها اليمن بكل مواطنيها وامام مشهد الجريمة المروعة كان طلبهم الواضح العدالة الناجزة العدالة التي وعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في سبتمبر الماضي اسرة الشهيد بتحقيقها وجاء حكم محكمة عتق الابتدائية في مارس باعدام احد القتلة وسجن 12 اخرين سبعة منهم فارين يومها والان تهتف شبوة بصوت غاضب واحد اين القتلة؟ كل القتلة واين العدالة والمجرمون في شبوة معروفون وامام الجميع وفق كتابات ناشطين يسرحون ويمرحون ولماذا تمت عرقلة المحاكمة لشهور ومن المستفيد من نزع ثقة المواطنين بالدولة واجهزتها الرسمية ودفعهم للإيمان بعدالة ذات مسالك شخصية تساؤلات تضعها الحملة الشعبية الغاضبة على طاولة مجلس القيادة وقيادات الحكومة وسلطاتها وهي تساؤلات لا جواب مقنع بشأنها سوى العدالة عدالة القصاص من كل قتلة الشهيد الباني وكل مسار آخر خذلان لدم الشهيد وتعمد لرسم مشهد تغيب عنه مطرقة القضاء وتحضر فيه فوهة السلاح شكراً للزملاء الذين عدوا هذا التقرير يبدأ النقاش مع ضيفي في الستوديو الدكتور قايد الشريفي مدير عام الأوقاف السابق بمحافظة شبوة والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور يعني ضعنا في البداية في سير عملية المحاكمة أين وصلت القضية فيما تعلق بمحاكمة قتلة الشيخ عبد الله الباني الذي اغتيل في عيد الفطر المبارك في العام الماضي بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وحيا الله للمشاهدين جميعاً وكل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير يأتي هذه الأيام اجتمعت فيها السعادة والحزن كذلك نتذكر فيها يعني هذه الجريمة المأساوية التي لم تشهد لها اليمن في عصرها الحديث حقاً مثلاً يعني من قتل داعية مصلح اجتماعي مدير مكتب الصحة على مرأة ومسمع من الناس هذه القضية التي هزت أرجاع المجتمع اليمني بشكل عام من قتل خطيب مصلة العيد والتنكيل بجثته وكذلك يعني أصبحت هذه القضية يعني ليست قضية محافظة شبوة وإنما قضية اليمن عامة وكذلك حتى خارج إطار اليمن هذه القضية وصلت في آخر يعني مراحلها إلى أن القاضي حكم فيها طبعاً رئيس مجلس المجلس الرئاسي دكتور رشاد العليمي وجه بمحاكمة مستعجلة أنا ذاك فنزل القاضي يعني عزام إبراهيم وحرك القضية وفعل القضاء القضية استمرت أكثر من سنة كاملة وهي في يعني لم تفارق مربعها الأول يعني نحن لازلنا في المحكمة الابتدائية الذي تم ضبطهم يعني ستة جناح فقط من أصل ثلاثة عشر جاني يعني قدمت أسمائهم ورفعت أسمائهم حكم على أحدهم بالعدام هذا الحكم يعني في 12-03-2024 يعني 12 مارس الماضي هذا آخر ما وصل إلي والذي هم صالح رناح نعم وخمسة يعني حكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وسبعة فارون من وجه العدالة وسبعة فارون من وجه العدالة طبعا السبعة هؤلاء متواجدون يعني في محافظة شبوة وفي مارب وفي غير المحافظات يعني ليسوا بمعزل عن عيدي السلطة المحلية والقبضة الأمنية إن كانت جادة يعني في ضبطهم بالإمكان القبضة عليهم بالإمكان القبضة عليهم ما الذي حال دون أن يقبض عليهم الدوافع الدوافع السياسية كذلك والقبلية المجتمعية وكذلك عدم وجود الجدية من السلطة الأمنية داخل المحافظة في إلقاء القبض عليهم ولا لو عمموا على أي نقطة سواء كانت في شبوة أو في مارب لا ألقوا القبض عليهم يعني في أول أيام نحن الآن نتحدث عن سنة كاملة منذ أن يعني وقعت هذه الجريمة النكراء فحكم على واحد منهم فقط بالإعدام وخمزة يعني بقية الجناة بالسجل لمدة سبع سنوات على الرغم أن النيابة العامة عندما رفعت ملف القضية طالبت بإعدامهم جميعا لثبوت الأدلة الواضحة الصريح عليهم بأنهم شاركوا في قتل الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى فالنيابة العامة طالبت بإيقاع يعني القصاص عليهم ومع ذلك الحكم كان حكم ضعيف أشبه ما يكون بحكم قبلي يعني واحد مقابل واحد هؤلاء الثلاثة عشر هم من أطلقوا النار نعم يعني المشاركون مشاركون في إطلاق النار الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى في أكثر من ثلاثين طلقة بمعدل وبآله ومختلف ودى هؤلاء الثلاثة عشر هكذا رفع من من النيابة العامة من ضمنها أن القاضي حكم عليهم بسنتين إضافية في قضية شروع في القتل ما معنى شروع في القتل لماذا لم يحكم إلا على على متهم واحد فقط ومع ذلك في نفس اليوم عندما صدر هذا الحكم في 12-3-2024 الماضي أسرة الباني الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى يعني استأنفوا مباشرة ودخل طبعا شهر رمضان والآن بمجرد أن تبدأ الدوامات سيبدأوا في مرحلة الاستيناف ونقلها من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستيناف في محافظة شبوة نعم طبعا يعني السؤال المطروح أيضا أنه هذه المماطلة وهذه العلقلة لماذا هل ثمت من يريد تميع القضية مماطلتها يعني دون التوصل لحكم نهائي بحق هؤلاء المجرمين القتلة بلا شك يعني يشوف القضية في بدايتها القضية مكتملة للأركان قضية شيخ عبدالله الباني قضية مكتملة للأركان من تحريض مسبق على الدعاء من تحريض مسبق على نفس الشخص الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى وتغييره من مصلة الذي استمر فيها أكثر من ثلاثين سنة وهو يخطب في هذا المصلة مصلة العيد أيضا من سبق إصرار وترصد فالجناه الذي الكتيب الذي شاركت يعني قرابة ثلاثين وثلاثين شخص الذي كانوا محيطين بالشيخ عبدالله رحمه الله تعالى وكانوا متواجدين أثناء اطلاق النار لو رأيت السيارة ورأيت الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى يعني لا تكاد تميزها أو لا تكاد تعرف من كثرة ما أطلق عليها من الرصاص في جريمة نكرى قضية المماطلة سبب المماطلة فالدوافع دوافع ابتداءا كانت دوافع تحريضية ضد طائفة معينة أو ضد حزب معينة أو ضد جماعة معينة هذا أولا ثانيا خطط الجريمة أيضا تلقوا هؤلاء المجرمون وقاداتهم من دفاع شبوه تلقوا دورات تحريضية في شهر رمضان الذي سبق مقتل الشيخ عبدالله الباني في نفس الشهر لا أكثر من 15 يوم في إحدى معسكراتهم كلها دورات تعبوية تحريضية ضد الشيخ عبدالله الباني وضد الحزب أو الجماعة الذي ينتمي لها الشيخ عبدالله الباني نعم نعم طيب نتحدث أيضا فيما يعني نغياب العدالة الآن والمماطلة في تحقيق العدالة أليست جريمة أخرى تضاف إلى بشاعة الجريمة التي اغتيل من خلالها الشيخ عبدالله الباني أشوف كما يعني يقول المثل يعني من أمن العقوبة سأل عدب هؤلاء لو كان عندهم واحد في المئة أنهم سيتلقى العقوبة الرادعة لما أقدموا على هذا الجريمة النكراء وأيضا يعني غرر بالكثير منهم أنهم سوف يعني ينجون وأنهم سوف يخرجون وحتى أحد القتلة الذي كانوا موجودين تم تهريبه من داخل السجن في أول أيام لإلقاء القبض على هؤلاء فالذي يعني يضبط في البداية كانوا ثمانية أشخاص ومع ذلك واحد منهم استطاعوا أن يهربوا وأن يخرجوه من داخل السجن من داخل بيحان ولم يصل إلى عتق ولم يصل إلى السجن المركزي فكانت الأجنحة السياسية لهم والقبلية والمجتمعية كانت قوية في بداية الأمر لكن بتوفيق الله عز وجل ثم بتوجيهات مجلس الرئاسة والدكتور رشاد العليمي ونزول القاضي يعني عزام براهيم وغيرهم يعني تضافرت الجهود أيضا الحملات المجتمعية الحملات المجتمعية أرغمت هؤلاء وأرغمت سلطة المحلية داخل محافظة شبوة أن يجنحوا العدالة وأن يقدموا هؤلاء العدالة ومع كل المماطلة التي وجدت يعني تعتبر القضية قفزت قفزة نوعية بالمقارنة مع ما كان يراد لها هذا في البداية لم يكن يخطر في بال أحدهم أنه سيقدم للمحاكمة فضلا أن يقام عليه القصاص إذن اسمح لي دكتور قايد نشرك معنا في النقاش عبدالله محمد الباني أحد أقرباء الشهيد الشيخ عبدالله الباني مرحبا بك معنا في حديث العاشرة نتحدث عن كيف تتعرض قضية الشيخ عبدالله الباني للمماطلة في سير المحاكمة بعد سنة على اقتياله تعرضت قضية الشيخ الباني لعرق له مماطلة من جهة عدة أولها السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لا زال إلى الآن سبعة من المتهمين الذين أدنتهم النيابة فارين لم تستطع السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية بالمحافظة أن تلقي القبض عليهم معانا المحافظة عندما قابلناه في بداية القضية قال أنه مستعد أن يحضر حتى خمسين متهم إذا أدانت النيابة خمسين متهم سيحضرهم جميعا ومع الأسف إلى الآن سبعة متهمين أدانتهم النيابة فارين ومتواجدين في المحافظة والأجهزة الأمنية تعرف أماكن تواجدهم ونحن أيضا نعرف أماكن تواجدهم ومع ذلك الأجهزة الأمنية لم تتجاوب بهذا الشأن أبدا أيضا من أسباب العرقلة الحركة القضائية الأخيرة التي لا ندري هل هي عفوية أم متعمدة لأنها أخرت القضية أكثر من 14 وقضت بتغيير القاضي المتولي للقضية أيضا من محاولات العرقلة التضييق والاعتداء على أسرة الشهيد الباني اعتقال شقيق الشهيد الباني واختطاف اثنين من أسرة الشهيد الباني واطلاق الرصاص الحي على أحد أبناء أسرة الباني وهذا كل محاولة لثني هذه الأسرة عن مواصلة السير في إجراءات القضية نعم طيب سنة على اقتيال الشهيد عبدالله الباني جلسات عدة ومحاكمات للقتل لكن العدالة لم تتحقق بعد ما الذي حال دون ذلك؟ بعد عام على اغتيال الشيخ الباني حال دون تحقيق العدالة أمور عدة أولها تنصل الأجزة الأمنية في المحافظة من مهامها وعدم القبض على جميع المتهمين بل تم القبض على ثمانية في بداية إجراءات القضية وتم تهريب اثنين من سجن بيحان وهذه أمور موثقة في محاضر في محاضر الشرطة والأمن في بيحان أيضا بعض الأجزاء القضائية مع الأسف تعاملت مع القضية على أنها قضية عادية مثل أي قضية ولم تتعامل معها على أنها قضية رايعام وقضية مستعجلة وهناك قرار من المحكمة العليا بالتعامل مع القضية على أنها قضية مستعجلة ولكن مع الأسف الشديد بعض القضاء ورؤساء المحاكم تعاملوا مع القضية على أنها قضية عادية وقضية من جملة القضايا المتواجدة عندهم ومحاولة المماطلة ومحاولة تسويف ومحاولة تقديم بعض القضايا على قضية تعتبر قضية رايعام وقضية مستعجلة أيضا تعامل بعض الأجهزة الأمنية مع القضية من منطق غير محايد ومحاولة تبرئة ساحة المتهمين وآخرها حضور نائب مدير بحث المحافظة للشهادة لصالح المتهمين ومحاولة تبرئة ساحتهم وعندما تم اختطاف شقيق الشهيد الباني مع الأسف الشديد لم تقوم الأجهزة الأمنية بالمديرية بواجبها وعندما تم التواصل معهم ومع وكيل نيابة بيحان للقيام بواجباتهم حاولوا التنصل والتهرب والتحجج بأن هؤلاء جهة لا تخضع للقانون ولا تخضع للنظام شكرا جزيلا عبدالله محمد الباني أحد أقرباء الشهيد الشيخ عبدالله الباني وأعود إلى ضيفي في الستوديو الدكتور قايد الشريفي المدير عام الأوقاف السابق في محافظة شبوة نتحدث أيضا الحكم الذي أصدرته المحكمة في عشر مارس الماضي والذي قضى بإعدام أحد المتهمين وحكم أيضا بسجن سبع سنوات ما الذي يأخذ على هذا الحكم يأخذ على هذا الحكم أنه أشبه ما يكون بحكم قبلي يعني واحد مقابل واحد على الرغم أن النيابة العامة عندما رفعت الملفات في أول أول أمر طالبت بإعدام الجميع لثبوت الأدلة عليهم ثبوت الأدلة أدلة القتل المباشر فالشيخ عبدالله الباني رحمه الله و تعالى في جثمانه الطاهر يعني أكثر من 32 طلقة يعني من آلي ومعدل لا يمكن أن يكون كل هذا الرصاص يعني أطلقه فقط شخص واحد هذا واحد الأمر الثاني يأخذ على هذا الحكم أن المحرضين لم يتم استجوابهم إلى المحكمة يعني هناك جهات غير الأسكر الذي أطلقوا النار يعني جهات خارجية وطالب أسرة الباني يعني من حرض وخطط يعني طالب أسرة الباني والحقوقيون وغيرهم وجميع أبناء محافظة شوه وحتى يعني القاضي عزم أبراهيم ومجلس يعني يعني مجلس الرئاسي عندما وجهوا في قضية سرعة المحاكمة بإحالة جميع المتهمين سواء كانوا محرضين أو منفذين مباشرين أو داعمين أو غير في هذه القضية مع ذلك لم يقدم القضاء إلا فقط الأسكر المنفذين أي المحرضون أي الجهات الأخرى التي طالب أسرة الشهيد رحمه الله و تعالى بتقديم المحاكمة إلى الآن لم يقدموا المحاكمة أيضا هناك سبعة فارون من وجه العدالة موجودون داخل محافظة شوه في بيوتهم ويخرجون ويدخلون ويسرحون ويمرحون عبر النقاط الأمنية ولا يتعرض لهم أحد نعم أنت أشرتها قبل قليل لأنه جريمة الاغتيال أو من قاموا بعملات الاغتيال وإطلاق الرصاص سواء من كاشينكوف أو من معدلات ثلاثة عشر شخصا من الثلاثين كانوا متواجدين من الكتيبة كاملة من الكتيبة كاملة نعم هناك أيضا من حرض وخطط هناك من حرض ومن خطط وأيضا بعض الجهات لها مقاطع صوتية طيب النيابة هي استدعت شخصيات لسماع أو للإدلاب شهاداتهم كيف تعلق على هذا الاستدعاء على ما طرحهم من تم استدعائهم نحن نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والاستدعاء أمام المحكمة لا يعني الإدانة بطبيعة الحالة نعم لكن أن يوجه الاستدعاء لشخص معين ولا يحضر إلى المحكمة هذا الذي نحن نضع تحته يعني علامات استفحانه ومالك أشخاص وجهت لهم استدعاء وكان يفترض أن يتم إحضارهم نعم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني حضوره في المحكمة لا يعني الإدانة لكن عدم حضوره هذا هو الذي يعني يعني يضع تساؤلات حول المحكمة وحول نزاهاتها وشفافيتها وقوة ضبط السلطة المحلية واللجن الأمنية في المحافظة السلطة المحلية لماذا يعني عدم الجدية من قبلها في متعلق بقضية اقتلال الشيخ عبدالله الباني رغم التوجيهات الرسمية كما أشرت من قبل رئيس مجلس القيادة بإجراء محاكمة مستعجلة هذه الآن هذا الألوية اللي هي ألوية الدفاع شبوة هي تتبع السلطة المحلية في نسختها الأخرى يعني غير الشرعية بعد حرب الانتقالي والذي حدث في محافظة شبوة يعني بسطت سيطرتها سيطرتها على جميع محافظة شبوة هذه الألوية التي هي خارج إطار الشرعية ألوية العمالقة وألوية الدفاع شبوة طبعا المعنى في الجريمة هذه جريمة الشيخ عبدالله الباني هي ألوية الدفاع شبوة هذه لا تخضى للشرعية ولا تأتمر بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية ولا هم يحزنون فبالتالي هي هي يعني مصنفة على سلطة شبوة الحاكمة التي بحكم الوضع الحالي الذي موجود داخل شبوة هي تأتمر بأمرها فبالتالي هي مصنفة تبعها وإن لم تكن مصنفة حقيقة تبع وزارة الدفاع لكنها مصنفة تبع يعني السلطة المحلية تحت إدارة الشيخ عوض بالوزير محافظة محافظة شبوة بعد يعني ذهاب الشيخ يعني ذهاب الأستاذ محمد صالح بن عديو كانت هناك عندنا ألوية تبع وزارة الدفاع وتبع وزارة الداخلية والأمل الخاص وغيرها عندما رحل هؤلاء أتت هذه القوات ويعني فرضت سيطرة تعل محافظة وعملت ما عملت دون رقيب أو حسيب ودون أي مسألة العام دكتور أنت أشت إلى ما يأخذ على الحكم ما العقوبة المفترض اتخاذها ضد القتل وضد من شاركوا في الجريمة شوف العقوبة يعني خاصة العقوبة اللي هي المباشرة في قضية القتل قتل مباشر عمد قتل مباشر عمد مع سبق الإصرار والترصد هذه معروفة عقوبة القتل القصاص مهما تعدد الأفراد عمر رضي الله عنه يقول والله لو اشترك أهل صنعاء لو تواطأ أهل صنعاء لقتل رجل لقتلتهم به جميعا في قضية مهما تعدد الأشخاص نحن لسنا في مجتمع قبل نحن أمام محكمة الأصل يعني تقضي بكتاب الله يعني بالقصاص اجتمع أشخاص في قتل شخص بأدوات يعني تقتل عادة من رصاص وغيرها الأصل هم يقتلون جميعا هم يقصم به جميعا لكن أنه يقدم شخص واحد فقط والبقية فقط سجن ومع ذلك أيضا السجن كيف السجن الذي هم يعني حتى المدة التي ذكرت في نعم قليل سبع سنوات قليلة يعني مقرأة من جريمة أيضا السجن يعني يعيشون في عيشة الملوك أفضل أنواع الأكل أفضل أنواع الألبسة أفضل أنواع الغال أفضل أنواع الزيارات يعني هم يعيشون في أي نحى حقيقة أي نحى ملكية داخل السجن وبالتالي حتى لم يستأنفوا لم يستأنفوا راضين تماما بالحكم هذا بالرغم منه لو كانوا مظلومين ولا لم أرضوا بسبع سنوات سجن سبع سنوات ليست قليلة تعتبر كسجن لكنهم كانوا كانوا يعني يظنون أن القضاء سيحكم عليهم بالقصاص بالإعدام مقابل الشيخ عبدالله الباني رحمه الله وتعالى لكن مع ذلك نجوا واستأنف أسرة الشيخ كما ذكرنا ولا زالوا في إن شاء الله تعالى أن تأخذ العدالة مجراها بإذن الله نعم طيب يعني ما المفترض أن يحصل في في الجلسات القادمة لتحقيق العدالة لتحقيق العدالة نحن نشوف قبل يومين يعني أقيمت حملة كبيرة جدا حملة إلكترونية تضامنية مع قضية الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى أعيدت القضية جذعا ويعني هناك مطالبات والهاشتاغ يعني وصل إلى الترند في تويتر في قضية عام على تصفية الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى كل التغريدات كل المنشورات تطالب بأن تأخذ العدالة مجراها بصورتها الصحيحة وليست العدالة التي هي مضغوط عليها أو التي يعني العدالة التي تنظر من زاوية واحدة زاوية مستحية لا عدالة يعني تطبق الشرع على كافة المجرمين سواء كان المجرمين الذي تحت أيديهم الآن أو المجرمين الفارين أو المحرضين أو المحرضين من خطط أيضا أو من خطط كذلك بشكل عام نعم إذن سأعود إليك الدكتور قيادة الشريفي ولكن مشاهدين الكرام نذهب بالأفاصل قصير فابقوا معنا في هذه الحلقة التي نناقش فيها بعد السنة على اقتلال الشهيد الشيخ عبدالله الباني من أبي حالة دون تحقق العدالة ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نناقش في هذه الحلقة بعد سنة على اقتلال الشيخ الشهيد عبدالله الباني نتساءل ما الذي حالة دون تحقق العدالة ورحبه بضيفنا من جديد في الستيديو الدكتور قايدة الشريفي مدير عام الأوقاف السابق في محافظة شبوة والأكاديمي والبحث السياسي دكتور يعني يثير الاستغراب الحكم الذي أصدر في العاشر من مارس الماضي يعني على أي أساس بناء القاضي حتى اتخذ هذا الحكم هل مولست ضغوطات على القاضي؟ لا يشك عاقل أن الحكم هذا هو نتيجة الضغوط ولو كان القضاء مستقل لكان الحكم غير هذا تماما أنت تحدث عن 13 جاني شاركوا مشاركة مباشرة في قتل الشيخ عبدالله الباني رحمه الله وتعالى لا يمكن فقط أن يصدر الحكم بإعدام واحد فقط من هؤلاء على الرغم من النيابة كما ذكرنا سابقا طالبت بإعدام الجميع طالبت بإعدام الجميع لثبوت الأدلة عليهم الشيخ رحمه الله وتعالى في جثمانه أكثر من 30 طلقة ما بين معدل وما بين آلي لا يمكن أن يكون فقط شخص واحد هو الذي أطلق كل هذا الرصاص كل هذا الرصاص فلا شك أن هذا الحكم أتى نتيجة ضغوط نتيجة ضغوط سياسية قبلية قد تكون أيضا ضغوط خارجية ضغوط خارجية ومع ذلك يعني يعتبر القاضي شجاع أنه أصدر مثل هذا الحكم الجناه كانوا يظنوا أنه لن يصدر بهم حكم مطلقا وأن القضية سوف تميع وسوف تسرب أو تذهب كما ذهب غيرها من عشرات القضايا في عدن وفي غيرها لم يقدم يعني متهم واحد من الذي قتلوا أكثر من 38 داعي وعالم داخل عدن إلى الآن لم يقدم يعني أي لم يصدر الحكم بأي شخص من هؤلاء القتلى الذين تسببوا في قتل الشيخ صالب بن حليس أو الراعي أو البراعي أو غيرهم أو سمحان الراوي أو غيرهم يعني لم يقدم فيه أي واحد فكانوا يظنوا أن هذا القضية سوف يعني تنحو نفس المنحة لكن القاضي أصدر حكم نحن نرى أن حكم يعتبر ضعيف شجاع لكنه ضعيف يعني لم يؤدي العدالة بشكل عام ولذلك أسرة الشيخ الباني رحمه الله تعالى استأنفوا في نفس اليوم ولا زال هذه الأيام لم يبدأ الدوامات وسوف يعني إن شاء الله تعالى يواصلوا في قضية الاستناف إلى أن تنتقل إلى محكمة الاستناف بإذن الله تعالى الموضوع في المحكمة الابتدائية خلاص سيخرج من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستناف نعم طيب فيما يتعلق بيعني نقول تجاهل تجاهل الأوامر الرسمية بالقبض على بقية المتهمين ما الذي يعني من شأنه أن يجعل بقية المتهمين في الصين في قفاص الاتهام يعني لا شك أن قضيه مثل هذا يعني تدخل فيها رئيس المجلس الرئاسي دكتور رشاد العليمي يعني أرسل قاضيا بنفسه حركت القضية دولة القضية قضية الشيخ عبدالباني يعني لم تعد قضية محافظة شبو ولا حتى قضية اليمن يعني دولة القضية حتى في منظمات خارجية يعني تحدثت في الموضوع ومع ذلك لا يزال سبعة من الفارين موجودين داخل محافظة شبو على مرأة ومسمع من السلطة المحلية يسرحون ويمرحون ويمرون عبر النقاط الأمنية وهم في بيوتهم وأسرة يعني ألباني قد قدموا للقاضي أنهم يعرفون بيوتهم وأنهم يعرفون في كل أماكنهم ومع ذلك أسرتها الألبانية ليس دولة ليس عندهم ألويها أو قوات ضبط تستطيع أنها تأتي في هذا الجناع المعنى الأول بضبط الجناع هي السلطة المحلية واللجنة الأمنية داخل محافظة شبو يعني على رأسها المحافظ محافظة شبو الشيخ عوض بالوزير هذا هو المعنى الأول بضبط اليناع غيرهم يعني حقيقة يعني الكرة ليست في مرمى أي أحد آخر نعم يعني بمعنى القضية أصبحت قضية رائعة ومثلما أشهدت ليست قضية شبو بل حتى يستطيع قضية تدويلها كيف نقيم كل هذه الجهود المطالبة بتحقيق العدالة شوف الجهود حقيقي يعني في قضية الشيخ عبدالبانيران وكانت كبيرة جدا وعشرات الحلقات في أغلب القنوات اليمنية وغير اليمنية يعني حملات كثيرة في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل هذا يعني يعني أدى إلى الضغط أدى إلى الضغط أوصل قضيه إلى ما وصلت إليه بالرغم أن المخرجات تعتبر ضعيفة هذا الحكم نحن نرى أنه ضعيف لكن هذا يعتبر قفزة يعني يعتبر يعني نجاح بالمقارنة مع ما كان يعدل القضية يعني من أنها تذهب كما ذهب غيرها من القضايا الأخرى خاصة في الجنوب على أيديها هذه المليشيات وهذه ألويه دفع شبوه وغيرها من الألويه فكل هذا الضغط بعد توفق الله عز وجل أدى إلى أنه صدر بحقها حكم حكم قضايا هذا في حد ذاتي يعتبر نجاح وإن كان يعتبر نجاح ضعيف ونجاح خافت لكن يعتبر بالمقارنة مع القضايا الأخرى التي ذهبت ذهبت أدراج الرياح أكثر من أربعمائة محاولة اغتيال داخل المحافظات الجنوبية نجح منها قرابة أربعين اغتيال إلى أربعمائة محاولة اغتيال التي نجح منها؟ أربعين اغتيال أو تسعة وثلاثين اغتيال في الجنوب كامل؟ في الجنوب كامل إلى الآن لم يقم القصاص على أي متهم داخل الجنوب إلى الآن لم يقم القصاص على فكانوا يظنوا الذي نفذوا هذا الجريم النكراء لم يقطر ببالهم أنهم سوف يقدمون للعدالة أو أنهم سوف يصدر بحكمهم يعني حكم قضائي بحقهم حكم قضائي فضلا عن صدور حكم الإعدام بأحدهم ونرى أنه حكم ضعيف لكن لم يكن يدور حقيقة من أمن العقوب هساء الأدب لا يمكن أن يقدم شخص في يوم عيد أمام مرأة ومسمع من الكاميرات والناس والآلاف على قتل خطيب العيد خطيب العيد بهذه الطريقة البشعة ثم الذهاب حتى إلى المستشفى عملوا كميل للمسعفين وترصدوا للمسعفين وذهبوا إلى المستشفى كذلك لم يكن يخطر بخلد أحدهم أنه سوف يقدم العدالة ولو كان يخطر بنسبة 1% لم يقدم على هذا الجريم أبناء محافظة شبوة قبائل شبوة كيف ينظرون لعدم تحقق العدالة في قضية اقتلال الشيخ عبدالله الشهيد عبدالله الباني أبناء محافظة شبوة وغير أبناء محافظة شبوة يطالبون حقيقة القضاء أن يكون منصفا أن يكون متحررا أن يكون شفافا أن لا يخاف في الله لهم تلائم وفي الأخير وعند الله يجتمع الخصوم إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماعي في الأخير عند الله عز وجل سوف نجتمع والقاضي يجب أن يكون حقيقة متحررة وأن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى على جميع المتهمين الذين شاركوا في هذا الجريمة الشنعاء وكذلك بإحضار من حرض من حرض المتهمين المحرضين الذي أسرة ألباني إلى هذه اللحظة تطالب بموثولهم أمام القضاء ومع ذلك لم يموثولوا إلا هذه اللحظة نعم إذن أسمح لي دكتور قايد أشريفي أشرك معي في النقاش الدكتور محمد شوبان الناتق باسم أستاذ الشهيد عبدالله الباني مرحبا بك معنا في حديث العاشرة كيف يمكن توصيف إيقاف جلسات المحاكمة الأشهر دون السبب فيما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله بالخير مساءكم جميعا في قناة سهل الفضائية نشكركم جميعا على اهتمامكم بهذه القضية التي هي قضية رأي عام وليست القضية قضية أسرة ولا قضية قضية مناطقية ولا لكنها قضية رأي عام لأن القضية كان لأن الحادث والحدث كان بشع جدا وفي يوم مقدس وبعد أداء صلاة العيد وبعد أتمام الصوم شهر رمضان تم الأغتيال بالطريقة التي أنتم والمشاهدين يعلمونها جميعا فنسأل الله أن ينتقل ممن خطط ونفذ أو له أي دور تحريضي أو شيء من ذلك وربنا إن شاء الله تعالى لا يغفل حق المضلوم ولا يغفل أن ينتقل من الظالم طبعا نحن اتجهنا إلى القضاء اتجهنا إلى النظام اتجهنا إلى القانون ولا نريد الفوضى وأكدنا للفخامة الأخر رئيس أننا ملازمنا مستلعا ملتزمين بحقنا الدستوري والقانوني نطالب بحقاق الحق ودحر الباطل نطالب بأن يقف الجناهة جميعا أمام المحكمة نطلب أن يأتي الفارين من وجه العدالة الفارون من وجه العدالة نطالب بتنفيذ القصاص الشرعي وقلنا للأخر رئيس لا نستطيع أحد بهذا المماطلة أن يجرنا إلى العنف نهيا لكن المماطلة في مسألة المحاكمة وخاصة بعد زيارتنا للأخر رئيس كانت تواضحة متعمدة بحيث تم استبدال استبدال قاضي وقبل إتمام مهمته حدث أرباك توقفت جلسات المحاكمة وفيما بعد استأنفت المحاكمة ويمكن جلستين وقعت وتم التوقف نحن نطالب بتنفيذ اللي هي التوجهات أولا بالحكم على الفارين أو إحضارهم وهم لازاهم موجودين ليسوا خارجين موجودين في مناطقهم موجودين في ألويتهم فنطالب الجهات ذات الأختصاص بالقاء القفض عليهم ومحاسبتهم وتمثيذ القصاص الشرعي في كل من له يد في هذه القضية البشعة نعم كيف يفترض أيضا اتخاذ العقوبات الرادعة ضد الضالعين والمشاركين في هذه الجريمة البشعة طبعا نحن نستغرب الحكم الذي أصدرها القاضي نحن نحترم الجهات القضائية والقانونية واستأنفنا هذا الحكم لأن الحكم يعني بإعدام واحد وعفاء البقية رغم أنه مشاركين مشاركة مباشرة في مسألة القتل فنطالب بأن الجهات القضائية العادلة أن تحكم بالعدل وأن تحكم بما يكتضيه بهذا الموقف فاطلاق النار تم من أكثر من واحد وإعترافاتهم موجودة لهذا القضاء ولكننا نستغرب حكم القضاء في هذا الأمر نطالب الجهات ذات الأختصاص بإعادة النظر فيما حدث وإعادة النظر في الحكام القضائية ونحن استأنفنا وأسرة الشهيد الباني استأنفت هذا الحكم لأنه حكم غير مرضي لا يرضي للأسرة ولا يرضي حتى المجتمع ولا الرغاية العام التي هي قضيتهم جميعا نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد شوبان أن أتقبص بأسرة الشهيد عبدالله الباني وأعود إلى ضيفي في الدكتور قايد الشريفي دكتور قايد الجهات الحقوقية المختلفة ما دورها إذا هذه المماطلة في قضية اقتلال الشهيد الشيخ عبدالله الباني ما دورها أيضا أمام هذا الحكم الضعيف الذي أصدره في العاشر من مارس الماضي الحقيقة أن الجهات الحقوقية يعني قامت بدورها منذ البداية مشكورة وشكل الضغط حقوقي على سلطة المحلية وكذلك على مجلس الرئاسة وعلى غيرها من الجهات مما سرع نوعا ما سرع نوعا ما في قضية الجلسات المحاكمة الحكم صدر في الجلسة الثانية عشر يعني اثنى عشر جلسة اثنى عشر جلسة في محاكمة ابتدائية في محكمة ابتدائية لأنه كلما أراد القاضي يعني اثنى عشر تجلسة نتحدث عن مماطلة مماطلة تعتبر مماطلة ليش؟ لأنه كلما أراد القاضي أن يحكم طلب يعني محامو المتهمين بالتعجيل عطاهم فرصة عطاهم فرصة كل هذا من أجل الهروب فقط ما المبررات التي يضعها محامو؟ لا توجد مبررات التي يضعها محامو المتهمين لا توجد مبررات لكن القاضي يعني في الأخير يلتمس يعني ادراء الحدود بالشبهات كما يقال يعني ادراء الحدود بالشبهات فبالتالي يعطيهم فرصة لكن طالت الفرصة اثنى عشر جلسة اثنى عشر جلسة يعني سنة كاملة يفترض أن هذه القلسات ما تتجاوز يعني ثلاثة عشر أربعة شهر بالكثير ويصدر فيها الحكم ليش؟ لأن جميع مواد الأدلة متوفرة منذ البداية جميع المواد جميع المواد فبالتالي يعني طال طال العمل فيها الفيديو موجود كلها جميعها التي نشرت والتي لم تنشر هناك يعني مقاطع كثيرة جدا لم تسلم إلا القضاء حتى لم تنتشر في الإعلام يعني مقاطع تعتبر أدلة دامغة على هؤلاء الأشخاص في قضية القتل مباشر وبالتالي لم تنتشر حتى في الإعلام والقضاء يعرفون هذا فالجهات الجهات الحقيقي حقيقة ضغطت ضغطت ويعتبر القاضي كما ذكرنا الحكم ضعيف لكن إصدار الحكم يعتبر موقف شجاء للقاضي ياسر سيلان حقيقة كونها أصدر الحكم يعتبر يعني الكرة الآن يعني خرجت من مرمى إلى يعني إلى محكمة الاستناف نعم يعتبر على كثر الضغوط التي مولست عليها أنا توقع في محكمة الاستناف أن يصدر حكم يعني يتناسب وطبيعة الجريمة نحن نعمل هذا نعمل هذا وأسرة الشهيد الباني لم تستأنف إلا على هذا الأمل أن يكون الحكم حكم منصف يعني حكم منصف أن تطال العدالة الحقيقية جميع من شارك في هذا الجريمة النكرى ما بين محرض ما بين دائم ما بين منفذ تنفيذا مباشرة أشرت قبل قائل أنه تم تهريب أحد القتل من السجن نعم هذا في أول أيام كيف كيف هذا في أول أيام هم طبعا الذين يضبطوا وكانوا ثمانية لكن الآن الموجودون سبعة الموجودون الآن ستة فقط ستة الذي يضبطوا في البداية سبعة هرب أحدهم هرب هرب يعني هرب طبعا هو كان داخل سجن بيحان هو كان داخل سجن بيحان وتم تهريبه فلم يصل إلى سجن عتق إلا ستة أشخاص فقط وبقي السبعة الآن خارج خارج السجن الآن هم مسلمون في عتق أم في بيحان لا لا في عتق في السجن المركزي داخل عتق السجن المركزي داخل عتق إحنا يعني حتى يعني كثير الهروب منه كل يوم تسمع عن هروب من داخل السجن أيضا حتى أحيانا تسمع على قضايا انتحار داخل السجن هذا قبل أقل من أسبوع يعني سمعنا عن أحد نزلاء السجن أنه انتحر فبالتالي سجن غير مضبوط يعني ممكن يتم تهريب هؤلاء أو غيرهم في أي لحظة لكن نحن إن شاء الله تعالى يعني سألنا الله عز وجل ثم مجلس الرئاسة أن يكثف ضغوطه على السلطة المحالية داخل محافظة شبوة بضابط السجن السجن المركزي ضابط حراساته ضابط إدارته ضابط كل ما يتعلق به يعني نتحدث عن قرابة تسعين جريمة قتل موجودين داخل داخل السجن المركزي داخل عدد تسعين جريمة قتل تسعين قاتل فبالتالي يعني يعتبر السجن هو سجن المحافظة الرسمي كونه يعني يتم يهرب منه أحد أو أو ينتحر فيه أحد هذا يعتبر خلل يعتبر خلل أمن يحول السجن المركزي إذا إذا كان هذا الأمور تدمد داخل السجن المركزي فغيرهم أين بقية جهات الضبط يعني إما سجن مباحثة أو سجن شرطة أو غير الآن يمكن التعوي على مثل ما أشأت يعني ضغوط المجتمع لتحقيق العدالة شوف الحقيقة المجلس الرئاسي يأتي في المرتبة الأولى ثم الجهات المجتمعية بشكل عام سواء كانت جهات حقوقية أو جهات قبلية أو سياسية أو مجتمعية في شبوة كاملة في شبوة بشكل عام أيضا المنظمات المنظمات المجتمع المدنية حقوقية وغير حقوقية وهكذا الإعلام فالكل يعني حقيقة مطالب بأن يدلي بدلوة في هذه القضية وغيرها من القضايا نعم إذن سأعود إليك دكتور قايد الشريفي ولكن سنشرك معنا في النقاش ناصر القفان الناشط الحقوقي كيف يمكن التعليق حول هذه المماطلة وعدم جدية السلطة المحلية في إلقاء القبض على بقية المتهمين الضالعين في قضية اقتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني مرحبا شكرا جزيلا قضية الاغتيال الذي تعرض لها شيخ عبدالله الباني مدير مكتب الصحة في مديرة بيحان وخطيب مصلى العيد في مدير بيحان جريمة جريمة ضد الإنسانية لكون طريقة الاغتيال والتصفية تمت أمام مرأة ومسمع آلاف المصلين في مصلى العيد ينبغي على القضاء والأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الفارين من وجه العدالة وكذلك ينبغي أن يتم جبر ضرر ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفقا للقانون اليمني كثير من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لديها نفس الرغبة في أن ما حصل لعبدالله الباني يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب أن تتم المحاسبة وضمان عدم الإفلاث من العقاب لجميع مرتكبي هذه الانتهاكات حتى لا تتكرر مع آخرين مسألة المساءلة مسألة مهمة جدا ويجب أن يقدم جميع المرتكبي هذه الجريمة للعقاب مهما تكون الألقاب أو الصفات أو المراكز التي يتقلدونها يجب أن تتم المحاسبة وفقا للقانون حتى لا تذهب دماء الناس هدرا وكي لا يعيش الناس في غابة فنحن نطالب أن تتم القبض على جميع الفاري من وجه العدالة ومحاسبة تموفقا للقانون نعم أشكرك جزيلا الشكر ناصر القفان الناشط الحقوقي وأعود إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور قايد أشريفي مدير عام الأوقاف السابق في محافظة شبوة يعني أمام هذه المماطلة وما تتعرض له القضية من تميع ما الذي يتوجب فعله من قبل أستاذ الشهيد الشيخ عبدالله الباني أسرة الشيخ عبدالله الباني هم جميع أبناء محافظة شبوة وجميع اليمنيين حقيقة هذا لهم أسرة الشيخ عبدالله الباني مثل هذه القضية لم تعد قضية خاصة هذه قضية عامة قضية ترأي عام فهم يعني بحمد الله في خطوط التماس ولن يتنازلوا ولن يتراجعوا قيدة إنملة يعني عن المطالبة بتنفيذ كافة الإجراءات الصارمة والعادلة أمام المتهمين سواء كان المتهمين الذين الآن في إفسيين أو المتهمين الفاري من وجه العدالة وكذلك المحرضين والدعمين لا بد أن يمثلوا أمام العدالة وأن تأخذ العدالة مجرها ولن يتراجعوا بإذن الله تعالى ونحن نعمل بإذن الله تعالى أن تأخذ العدالة مجرها وأن نرى كما رأينا يعني الشيخ عبدالله الباني رحمه الله تعالى يعني مضرجا في دمائه أن نرى كذلك القتل والمجرمين يعني قد طالتهم أيدي العدالة ولقوا يعني جزائهم العادل والله وليو التوفيق يعني الأشخاص الموجودون في السجن هل هم القتل من أبناء شبوه لا بعضهم من أبناء شبوه بعضهم من غير أبناء محافظة شبوه نعم هم من ألوي الدفاع شبوه وألوي الدفاع شبوه كما تعلم يعني مختلطة يعني هم يعني من بعضهم من الضالة بعضهم من شبوه وبعضهم من غير محافظة شبوه وهكذا يعني متعددين نعم يعني ما الرسالة التي يمكن أن نوجهها للجهات القضائية لتحقيق العدل حتى يثق الناس بالقضاء نعم احنا نقول ان الرسالة التي هذا الحكم الذي صدر من محكمة شبوه يعتبر حكم مشجاع وإن كان ضعيف بالمقارنة يعني مع الضغوط التي مورست على على القضاء في محافظة شبوه يعتبر حكم مشجاع وهم نحيي حقيقها القاضي ياسر سيلان على اصدار هذا الحكم كاصدار حكم ليس كنوعية حكم النوعية الحكم ضعيف ولذلك استأنف أسرة الشهيد الباني رحمه الله تعالى لكن نحن نقول محكمة الاستيناف لا بد أن يكون الحكم حقيقة حكم منصف حكم عادل حكم يعني نرى فيها أثر العدالة حتى لا يتجرع يعني بما أن الجريمة جريمة قاتل عن سابق ترصد وإسراء وجريمة عمد شرعا ما المفترض أن تكون العقوبة القصاص قانونا وشرعا وفق الطوانين نعم نعم حتى عرفا عرفا إذا اشترك أكثر من شخص في قتل يقتلون به يقتلون به يقتلون به عن الشرع والقانون العرف كلها تقول القصاص فوق ذلك هؤلاء معترفون معترفون بقضية القتل والنيابة تقول هذا والأدلة تقول هذا فحقيقة ليس هناك أي مبر لعدم إصدار الحكم العادل بحقهم إذن أشكرك جزيلا شك في نهاية هذه الحلقة الدكتور قائد الشريفي مدير عام الأوقاف السابق في محافظة شبوة شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة